سلسلة النوفا 11 من هواوي وصلت وأكيد فيها حماية الشاشة من الكسر وكذلك جمال التصميم وبهذا الفيديو أقدم لك استعراض هذه الأجهزة وتحديداً نتكلم عن النوفا 11 برو والنوفا 11 آي خلنا نتعرف عليها أكثر وعلى مواصفاتها في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلو الله مسهل وحيكم مرد فيديو جديد معينا عبدالغفيص واليوم فيديو مراجع واستعراض سلسلة النوفا 11 من هواوي وتحديداً أحدث الأجهزة البرو وكذلك الآي وفي عندنا طبعاً النوفا 11 سلسلة النوفا قدمت المواصفات والمزايا الجيدة والمناسبة لهذه الفيئة نتكلم عن فئة الهواتف المتوسطة لكن عندك البرو بيعطيك المواصفات الأعلى وكذلك طبعاً السعر مقارنة باقي الهواتف فأكيد بيكون إنه مرتفع عن النساخ الأخرى لكن قبل تكمل الفيديو أتمنى منك تشترك في القناة لو كنت غير مشترك وتفعل جرس التنبيهات وبسم الله نبدأ بدأ لما نتكلم عن النوفا 11 برو وأول شيء وقبل أي حاجة ثانية بيلفت انتباهك موضوع التصميم فهنا عندك الجلد النباتي من الخلف واللي عليه الباترين أو النقش بشعار النوفا بشكل جميل جداً وليأول مرة يتم النقش على الجلد النباتي وبيعطيك الملمس الرائع الفخم ومع هذا اللون الأخضر برضو فيه اللون الأسود واللي فخم أيضاً جداً مع الإطارات الذهبية كذلك عندك له تصميم الكاميرا مع الإطار اللي جاي بالنص وهو تصميم السوبر ستار أوربيت رينغ ونفس الفلسفة اللي شفناها بتصميم الهواتف الأخيرة من هواوي مثلاً نتكلم عن هواتف الفئة العليا تقريباً هنا عندك هاتف بتصميم جميل ورائد كذلك النحافة خفت الوزن هذه أيضاً أحد المزايا اللي شفتها بالهاتف واللي أعجبتني أثناء الاستخدام الشاشة أيضاً مميزة فهي OLED بحجم 6.78 إنش وبدقة الفل HD وتدعم 120 هيرتز والHDR 10 وكذلك عندك الإنحناء البسيط بالشاشة 3D Care بيعطيها شكل جمالي ومو ملاحظة بشكل كبير أو مزعجة أثناء الاستخدام وعليها طبقة حماية الكليني قلاس فالجهاز مقاوم للكسر وما تشيل هم السقوط أو الضربات الكاميرا أيضاً ممتازة عندك الخمسين ميجابيكسل الخلفية مع ليزر للفوكس وهنا فعلاً سرعة التقاط الفوكس جميلة وملاحظة وكذلك الأمامية مزدوجة بدقة 60 ميجابيكسل أيضاً أعجبني هنا التركيز وكيف يعرف عينك مباشرة ويكون التركيز عليك فتطلع بنتائج واضحة كذلك يدعم أحدث التقنيات في تحديد الجسم والوجه والعزل وهذه كلها تقدم لك كاميرا يعتمد عليها ونتائج جميلة وهذه بعض النتائج التي التقطتها بكاميرا الهاتف أما من ناحية الأداء فالهاتف يجب معالج بسناب دراغون 778G4G مع رام 8 جيجا وتخزيني 250 جيجا بايت وشريحتين اتصال 4G ويدعم الـ NFC فتقدر تدفع من الجوال أيضاً عندك سماعات صوت سيريو سبيكر وحساس البصمة الموجود داخل الشاشة وهو سريع بالتجربة وأضافت هواوي هنا محرك خاص للألعاب اسمه Nova Game Engine هذا فكرتها أنه يشمل مجموعة من التقنيات مثل الـ GPU Turbo و Touch Turbo وكذلك تعتمد على الذكاء الاصطناعي فتساعدك بشكل أفضل بتجربة الألعاب على الهاتف كذلك عندك تقنية جديدة تم إضافتها للتقاط الإشارة وهي Super Signal Experience هذه فكرتها بتعطيك التقاط إشارة بشكل أفضل وعندك أربع مقويات أو أنتينة على أطراف الجهاز وحتى بالواي فاي أو المكالمات بتكون أفضل من ناحية التقاط الإشارة البطارية 4500 ميلي إمبير عندك شحن السريع المائة واط وهو Super Charge Turbo ويأتي داخل الصندوق وخلال 20 دقيقة بيكون الجهاز مشحوم بالكامل من ناحية النظام فهو أندرويد 12 مع واجهة هواوي EMUI 13 وبدون خدمات جوجل لكن عندك متجر هواوي الأب غالري ولي من خلاله تقدر تحمل كل التطبيقات التي تحتاجها حتى تطبيقات جوجل تقدر أتنزلها وسبق أني سويت شرح كامل وبحط لك الرابط بالوصف أما جهازنا الآخر فهو النوفل 11 اي يأتي أيضا بتصميم جميل لكن بدون خلفية الجلد وهوية مختلفة والشاشة هنا LCD بحجم 6.8 إنش دقة Full HD Plus مع 90 هيرت أعجبني نحافة الإطار فيها عندما نتكلم عن الشاشة عندك هنا 1 ملي من الأعلى والجوانب وهذه تعطيك تجربة أفضل عند المشاهدة والكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل والأمامية 16 ميجابيكسل وتدعم أغلب ظروف التصوير والذكاء الاصطناعي مدعوم المعالج سناب دراجون 680 4G والرام 8 جيجا وتلبصمة موجودة بزر التشغيل أما البطارية هنا بحجم 5000 ميلي إمبيرو وتعطيك 17 ساعة من مشاهدة الفيديوهات على الجوال كذلك عندك الشحن السريع الأربع عينواط موجود داخل الصندوق والنظام أندرويد والواجهة EEMUI 13 والتطبيقات نفس الكلام الذي ذكرنا عن البرو من ناحية الأسعار فالهواتف متوفرة حاليا بسعر 1049 ريال للنوفا 11 اي و 2599 ريال للنوفا 11 برو وتحصل بالوصف رابط الشراء ومزيد من المعلومات لو كنت مهتم فهذا كان استعراض الأحدث أجهزة النوفا من هواوي اكتب لي رأيك عنها بالتعليقات وكذلك لو عندك أي استفسار وأكيد لا تنسى الاشتراك واللايك وأشوفك في فيديو جاي والسلام عليكم اشتركوا في القناة